هاخد من كلمة 30 يونيا وانا بعيد عليك بداية المشكلة بتاعت سد النهضة فاكر بدأت امتى؟ يا كلنا نتذكر اول اعلان لسد النهضة كان في فبراير 2011 وده يمكن بعد تنحي الرئيس الاسبك مبارك مباشرة تم الاعلان عن سد النهضة والحقيقة انه كان بمواصفات وضعتها امريكا سنة 64 وهي حوالي 64 مليار متر مقابل كان 11 مليار في البداية في المواصفات الاصلية 11 مليار ده اللي اعلن في فبراير ولكن ما حدث في مصر تم مع القيادة السياسية في اثيوبيا انها لقت ان فرصة انها ترفع من مواصفات السد خاصة ان مصر مجغولة بالداخل فاترفعت المواصفات واتغير الاسم كان اسمه سد الحدود اتغير بقى اسمه اكس مشروع اكس وازدادت السعة قالوا تطوير 14 يعني ممكن 14 علميا 11 يبقى 14 واتغير الى 64 مليار وتغير الاسم الى سد الالفية الاثيوبي العظيم هنا اختار اسم سياسي رنان وتم وضع حجر الاساس في 2 ابريل 2011 بعدها بعشر ايام تم تغيير الاسم مرة اخرى الى سد النهضة الاثيوبي العظيم هنا برضو ناخد الاسم الاسماء السياسية الرنانة زي هنا سورة الصين العظيم او النهر الصناعي العظيم في ليبيا لان زيناوي رئيس مزراء اثيوبيا في ذلك الوقت كان بيتطلع الى منصب والى مكانة سياسية في القرى الافريقية فكان دائما في مخيلته سورة الرئيس جمال عبد الناصر ومرتبط بهذا الاسم بالسد العالي المشروع الضخم اللي هو اعظم مشروع في حياة مصر اراد ان يكون هناك مشروع يوازي السد العالي ويجعل من شخصيته قيادة سياسية كبرى داخل اثيوبيا وفي القرى الافريقية طبعا استغل انشغال مصري بالداخل طبعا كانش فيه لرئيس الجمهورية ولا فيه الجيش مشغول بحماية الداخل والدبلوماسية المصرية مشغولة تماما وحال التفكك كانت كبيرة وبالتالي استطاع ان هو يعلي من المواصفات السد وبدأنا في الدخول في مفاوضات طبعا برضو مصر لم تستقر الا ممكن في 2015 او 2016 كمان لان حتى بعد ثورة يونيو مصر يعني اخذت سنتين او ثلاثة لعلشان نقنع العالم انها كانت ثورة لان في البعض القوى الخارجية يعني اللي هي معادية لمصر اصلا كانت تعتبر ان هذه الثورة انها انقلاب وبالتالي عشان نثبت للعالم رغم ان العالم كله شاف ملايين المصريين في الشوارع ولكن في البعض كان بيشكك يعني في هذه الصور الا ان تأكدوا الموضوع ده اخذ وقت لكن في هذه الفترة كان سد النهضة بيبنى وكانت المفاوضات بتسير بطريقة ربما ليست بالطريقة التي ترغبها مصر لان مصر في الوقت ده لم تكن مصر الحقيقية سواء قبل الثورة او بعد الثورة بسنوات